مخيم نور شمس شرقية الكرم استفاق على اكتحام قوات الاحتلال له حيث اصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي واعتقل شاب اكتحام الاحتلال خلف حالة من الرعب لدى الاهالي الذين استفاقوا على اصوات الانفجارات وازيز الرصاص بتطلع من الشباك اللي هو جيش كلها طبحاوط المكان اي واحد بالشارع بمسكوه بحطوه عجنب بزسوه هتا بمسكوه عجنب سكروا الشوارع فجأة بعد خمس دكايك بنتفاجأ بصوت كمبلي ضجيجي هيتا هزت الحارة هز وضمرت الباب والسيارات والمركبات والمحلات والحمد لله رب العالمين ولكن نقول لهذا الاحتلال انك لن تكسر عزيمة واصرار هذا الشعب على دحرك من ارضه وتحرير ارضه سنبقى نقاوم بكل مواطنين من قوة بكل السبل وطرق المشروعة وأنتم الى زوال جنود الاحتلال الذين داهموا المخيم فجروا صالونا حلاقة كان يتواجد به الشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال اضافة الى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها طبعا زوج تبكت في المنزل لحالها فاتوا والقوات الخاصة على المنزل كاموا بالتكسير المنزل وكاموا باليعتداء عليها بالضرب وسألوا عن الأولاد الأولاد باقي موجودين في المنزل وبعدين كان هذا ما شوى الاكتحام يعني هذا كيفان صار هذا الاكتحام الخامس على المنزل وان شاء الله ما بهمونه اشي يعني اكتحموا وان شاء الله منظرنا ثابتين اما فاتوا جيش على الدار اقتحموها وكانت كنا هناك عاديا فانا كنت فوق كاعدة عند اخوي فش اسمه كاعدة يعني يخربوا هيك فانزلنا تحت ويعني احسن بالخوف كتير لانه الكلاب والجنديين بخوفوا كتير لم يكن هذا الاكتحام لمخيم نور شمس الأول ولا الأخير فهو يشهد عمليات دهم واكتحامات ممنهجة من قبل الاحتلال خراب ودمار هذا ما احدثه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور شمس شرقية طول كرم مخلفا اضرارا في ممتلكات المواطنين محمد الخطيب تلفزيون فلسطين طول كرم